كما وجه الرئيس السيسي التحية لكل القائمين على مشروع تنمية الأسرة المصرية داعياً إلى التكاتف والعمل من أجل محاربة الفقر والجهل كما أكد أيضاً أن هذا المشروع لا يهدف فقط لتنمية الأسرة وإنما لتنمية الدولة ككل أتصور أن أنا أوجه كل التحية والتقدير للقائمين على إعداد المشروع وأننا نتحرك فيه كلنا مع بعض زي ما أتقال الموضوع ده مش وزارة الصحة ومش تضموا الاجتماعي ده كلنا مع بعض جامعات أهلية أتصور الجامعات أتصور الإعلام أتصور زي ما أتقال كل المحاور اللي ممكن تشارك من فضلكم الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده هو مش بس تنمية الأسرة المصرية هو تنمية الدولة المصرية محاربة الفقر والجهل والتخلف ده أتصور كلنا محتاجين نحطه أدينا في أدين بعض فيه عشان نتحول لعكس الكلمات